الآن واضح البنتاجون يعني تحدث وصرح بأنه ستكون هناك ضربة ورد على ما حدث في قاعدة عين الأسد هل تعتقد الرد هذه المرة سيختلف عن طبيعة الرد اللي صار على الحدود العراقية السورية في الضربة الأمريكية السابقة وكيف سيغير ذلك من مزاج إيران وميليشياتها في المنطقة بشكل عام؟ يعني أنا استماعت لتصريح لويد إستن وزير الدفاع حقيقة حول هذا الموضوع وكان حذر جدا في استخدام المصطلحات وأعتقد وجازما في هذا الموضوع لا يرغب في تصعيد الموقف ومسألة لأول مرة نسمع الولايات التحدى الأمريكية يعني تتكلم عن نحتفظ بحق الرد وفي الموقع والمكان وهذه بالعادة تستخدمها الدول الضعيفة ولا تستخدمها الدول قوية من سياق العمل الدبلو ماشي وعمل الرد بالمثل وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ماذا تفعله يعني الولايات التحدى الأمريكية في العراق يعني قد أختلف مع أخي العزيز الدكتور أياد في هذا الموضوع لن تبحث عن التوازن بالمطلق هو السيادة المطلقة لإيران على العراق لا توجد أي إجراءات لا سياسية ولا عسكرية ولا قانونية ولا أممية غيرت من واقع الحال السياسي في العراق هذا هو نقطة راصة الحقائق على الأرض موجودة وبالتالي إيران تفكر بمنطق القوة لا تفكر بمنطق آخر عندما تجد الطرف الآخر ضعيف أو لا يستخدم القوة فتستخدم وسائل القوة حتى تحقق عدد من الأوراق وتلك الأوراق تستخدمها في مجال التفاوض لو نظرنا لطبيعة الخطاب الإيراني لطبيعة التصريحات لشكل القرارات واتخاذها وعملية التناظر ما بين السياسة والقوة وأيضا تباين التصريحات من تصريحات ناعمة وتصريحات خشنة وصلبة نجد أن الحقيقة إيران متفوقة في هذا الجانب كثيرا وتكاد تكون هي تدير زمام المبادرة وتسيطر بشكل كبير لا تنسى كعامل الموضوع ما مطروح في الإعلام هناك مشاريع لدى الكونغرس مشاريع مجابية للمشرق العربي بما فيها قد مشاريع تعاقب الدول على المعارضين وكذا وهذه عناصر ضغط أخرى ولم نشهد هذه عناصر الضغط موجهة إلى الأولاد تحت الأمريكية أنا أتفق مع الضيف الكريم عندما قال الاستراتيجية العسكرية أو الاستراتيجية الأمريكية في عهد بايدن هي تعطي أولوية رابعة أو خامسة إلى الشرق الأوسط وهذا واقع من سياق عمل الإدارة الحالية التي هي امتداد لإدارة أوباما وعلى الدول أن تجد صيغة تفاهم فيما بينها الدول الأقليمية سواء تفاهم مباشرة مع إيران ضمن سياق التفاوض الدبلوماسي أو على الأقل تحقق الحد الأدنى من سياسة الدفاع الذاتي هذا هو المنطقي نتكلم بهذا الشيء لأن لا توجد أي مؤشرات لمكافئ أنا دقيق في هذه النقطة أي مؤشرات لمكافئ عسكري أو سياسي دولي أو إقليمي وكذلك أو أوروبي الموضوع المنطقة موضوع حقيقة حرج جدا ولابد أن تكون الخيارات بهذه الطريقة وعدم الاعتماد على رد الفعل الأمريكي وأنا أعتقد بكل حوال منذ سنوات غد الفعل الأمريكي باهد جدا في المنطقة طيب لكن كما تعلمون أن إدارة بايدن الآن هي متخذة من سوريا كمنطقة للضربات واضح الضربة التي يسووها والضربة التي لغوها أهدافها كانت في الداخل السوري هل تعتقد هذه تفتح فرصة للحكومة العراقية بأن تواجه الميليشيات كون أن أي ضربة تصير في سوريا يردون في الداخل العراقي الميليشيات إذا كانت على قاعدة عين الأسد أو غيرها من القواعد هل تعطي هذه فرصة للحكومة العراقية أن تواجه الميليشيات الآن كون أنه هي لمحول الموضوع إلى صراعه وأمريكا ما تترد في الداخل العراقي أكون فرصة بيها برأيك لا 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 هو شوف البلاد التحدي الأمريكية ليس خوفاً على الحكومة العراقية ولا خوفاً على العراق لا تريد أن تصعد الموقف تستخدم سياسة الاحتواء المرن الذي لا تستخدم فيه القوة هذا عامل حيوي والضربة لن تكن ضربة مؤثرة ضربة شكلية نشرتها قناة العربية بالتفاصيل مجموعة من البنايات الفاضية الفارغة وجرى ضربها وتعلم رد الفعل على قدر الألم لو كانت الضربة قوية لقد قد فعل الميليشيات أغوى ومسألة الحكومة العراقية حقيقة فيما زاقها الحكومة لا تستطيع لا تمتلك الأدوات للجم هذه الميليشيات الميليشيات أصبحت أقوى وأصبح الحج الشعبي أقوى حقيقة من قدرة الدولة هو المتحكم في كافة المفاصل وأعتقد يعني العراق ذاهب لأن يكون في توأمة مع إيران وفقاً للنظام السياسي وفقاً لآليات العمل داخل العراق ويبدو أن المجتمع الدولي يرغب بذلك يعني يرغب أن يكون يعني إيران تقود محور المشرق العربي بشكل تامل هكذا الحقائق يعني بعيداً عن المجاملة ترجمة نانسي قنقر